تفاصيل الخبر الهام الوارد أسفل الشاشة إن تعلم وزارة الدفاع الوطني بأن تسوية الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية المتعلقة بالمواطنين البلاغين 30 سنة فما فوق بتاريخ 31 من ديسمبر لعام 2014 المقررة من قبل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني تتواصل في ظروف جيدة وفي هذا الصدد ومنذ بداية هذه العملية إلى غاية 30 جوان 2017 يقدر عدد المواطنين المستفيدين من الإجراءات الرئاسية بـ 241 726 مواطن من بينهم 3441 مقيم بالخارج وفي إطار نفس هذه الإجراءات وفي نفس الفترة تم تسوية وضعية 716214 متأخر من الدفعات حتى صف 2013 من جهة أخرى تنهي وزارة الدفاع الوطني إلى علم المواطنين بأن هيكل الخدمة الوطنية عبر كامل التراب الوطني تواصل استقبال المواطنين المعنيين وهذا لتكفل بهم